بينما يحتافل البعض في مصر المحروصة بالتعديل الوزاري والتغيير المحافظين عندنا مليون مواطن في محافظة المينيا تحديدا في مركز ساملوت بلا مياه على مدار 3 ايام في الوقت ايضا اللي كان المبنى دوان عام المحافظة في المينيا بيحتافل باستقبال سيادة المحافظ الجديد اللي هو عماد كدواني ده خلفا اللي هو الفئي كان ايضا اهالي ساملوت اللي قالولهم هنقطع عنكو الكهربا فقط يوم الخميس من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 10 بالليل واستحملوا عشان بنجدد وانطوروا حياة كريمة ومستقبل واستراتيجية مش عارف مين ورؤية مين والصعيد كلام كبير كده تقال لاهالي ساملوت استنى الناس من 8 ل 10 ومن 10 ل 8 تاني يوم ومن 8 ل 10 تاني يوم 3 ايام الا كام ساعة كده اطعت فيهم الكهربا عن مركز مدينة ساملوت بتقول لي يعني مش عارف انت كمواطن يعني انت او انا كمواطن اعمل ايه لما تقطع عن الكهربا في الحر ده وقطع عن المية انا ااسف لما تقطع عن المية في الحر ده وقطع عن الكهربا اللي هو لا اكل ولا شرب ولا شوية هوا نضاف ولا حتى نور الناس تعيش فيها استغسات بقى وشكاوى اهالي ساملوت بيستغيسوا من قطع الكهربا اطع كهربا اطع المية ااسف مية الشرب الخميس او الاربع والخميس والجمعة بكين النهاردة الحمد لله راجعت المية وده المشهد لغريبا من شركة المية وعدت المواطن بتوفير عربيات في كل شارع فالكسافة ميت بحنا نتكلم عن مليون مواطن مليون مواطن هتوفر لهم كام الف عربية وفروا كام عربية على استحياء في الاماكن الزحمة في مدينة ساملوت وسابوا الارياف وسابوا العزب وسابوا الشوارع الداخلية اللي يشرب يشرب واللي يشرب من الترعة واللي ان شاء الله عنه مشرب 30 ساعة بالتمام والكمال وطلعت الجرائد المصرية تقول لا والله دول 14 ساعة فقط من العطش اهالي ساملوت بيعانوا من قطع المية ومحافظ المينيا هيتم توصيلها تدريجيا دا الكلام دا كان يوم الخميس حتى الخميس حتى الخميس عدة والجمع عدت والمشهد زي ما حضراتكم شايفين الناس قاعدة مستنيها الخط الجديدي اللي بيعملوه هو دا بقى الخط الجديدي اللي بيعملوه شايف الليلة دي كلها لاجل هذا الخط 30 ساعة عشان توصل مصورة قد كده مش عارف دي كام بوصل مصورة دي 30 ساعة تمتخيل وعمال قاعدين وجرفات وكركات كل دا عشان توصل الخط دا تيجي كمان لفضيحة هذا الخط الشركة شركة المية قالت ان الخط دا متكلف قدية سيدي سبعة وعشرين مليون جنيه خط واحد هيغزي مركز مدينة ساملوت في حين ان النائب عضو مجلس النواب توحيد تامر على صرحته الشخصيه اهو بيأكد ان سعر هذا الخط او تكلفته 19 مليون جنيه دا كده في فرد يعني مش بس فيه خراب بيوت للمواطن وعدم وجود خدمه وعطش 30 ساعة دا فيه كمان تمانية مليون جنيه ما بين كلام سيادة النائب اللي جاي بالخط ما بين الشركة اللي نفزت الخط حدش عارف التمانية مليون دولار راحوا فين فساد يعني مش عايز افكري عن ناس دي لكن الناس دي عندها فضائح فساد بالقضايا والاوراق الرسمية بالمستندات تعينات وهمية واهضار لملايين الجنيهات في مياه شرب المينيا ايه اللي حصل عشان نحكي لك الموضوع عشان تعرف ان شركة مية الشرب في المينيا الفساد بتاعها مش النهاردة مش الفرق بتاع التمانية مليون سادة في مية الشرب في محافظة المينيا عملوا مسابقة وهمية وعينوا مئات المواطنين وخدوا الرسوم اللي حوالي 450 الف جنيه حطوها في جيبهم الشخصي وما دخلتش حسابات الشركة وده حسب بلاغات الرسمية مقدمة للنيابة الإدارية بهاوات دول كمان عينوا 900 موظف 900 موظف من أهالي المينيا بعقود ساركي عقود ساركي يعني اللي هو بليومية وايدوهم لدى الحكومة والجهاز الإداري والمالي في الدولة كموظفين يقبضوا مرتب كامل ويدوهم للمواطن او للعامل ملاليم بدون اي حقوق او اي حاجة ده كانت لمحة كده من فساد هذي الشركة المسمى بشركة المية ويمكن اللي حصل ايضا في موضوع مش عارف مليون جنيه ونص او مليون ونص مليون و 500 ألف جنيه جابوا بيهم حلاوة مولد واكتشفنا بعد كده انها حلاوة كانت بيضة ومسمى تعني ايه؟ ده جزء من الفساد اللي حاصل في بلدنا لا سيامة في ملف المية في الصعيد ترجمة نانسي قنقر